حث كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حكومة موزنبيق وحركة رينامو المعارضة لوقف تصعيد العنف بينهما الذي يهدد بالعودة إلى الحرب الأهلية جاء ذلك بعد الهجوم الذي شنته الحركة على مقر لقوات الأمن في مدينة مارينجي وذلك إثر الحملة العسكرية التي شنتها القوات الأمنية على مقر الحركة في جبال غورونجزا ويقول توماس بيرا ماريو المحلل السياسي الطريقة التي أولنا عنها أن الفونسو دالاكاما قد غادر منزله دون أن يتمكن من أعطاء الإرشادات اللازمة لرجاله فأينما كانوا فإنهم سيثأرون دون الحاجة للأوامر فرناندو مازانجا المتحدث باسم رينامو قال إن الجيش حاول قتل زعيم الحركة الفونسو دالاكاما لكنه لم يصب بأذى وتمكن من الفرار إلى جهة مجهولة كما أعلن مازانجا إنهاء اتفاق السلام الذي وقع بين الطرفين في روما عام 92 وتسعمائة وألف والذي أنهى 16 عاما من الحرب الأهلية ترجمة نانسي قنقر